لكن أود أسمى تأليك جلالتكم على الأخداث الأخيرة الهجمات الدامية التي رفكت أو تغفك للسوء الخاز عملية السلام في المنطقة أولاً أريد أن أقول شيئاً وهو المفاجأة الصرة التي وقعت في صباح اليوم حينما قالوا لي أن الاستجواب سيكون بالعربية وهذا دليل ربما أقوى دليل عن أن الروابط التقافية وهي الروابط وهي الروابط التي يمكنها أن تربط بين الشعوب أن تلك الروابط التقافية لا زلت موجودة بين العرب وبين إسرائيل وكما تعلم العنصر البشري وأصلته وعرق تاريخه هي العناصر الأساسية التي يبنع لها كل سلم شامل دائم مفتوح ومستمر الأحداث التي وقعت في تل ابيض لم تكن لتفاجئة لأنني مررت منذ صغر سني مررت بطرق التاريخ وصعوبات التاريخ وكذلك الصعوبات التي تصاحب وتواكب كل شخص أراد أن ينال هدفا نبيلا وشريفا والسلم هو أنبل هدف وأشرف هدف فكنت أنتظر أن يجد مسار السلام خصوما في طريقه غير أن هذا التوقع لا ينقص شيئا من تأطر لمواقع في تل ابيض لأن مرة أخرى الأبرياء هم الذين يدفعون التمن وهذه الجريمة أعتبرها جريمة لا في حق الأبرياء بل جريمة بالنسبة للسلام بالنسبة للسلام وهذا هو الجانب الذي يجب أن نركز عليه بمعنى أننا يجب علينا أن نجعل عملية السلام في مأمن من جميع المخاطر التي من شأنها أن تهددها صاحب الجلالة كيف يمكن في رأيكم التعامل مع زهيرة الأنف الذي يحصل في المنطقة هناك تدابير وقائية أتركها للمختصين فيما يخص مقاومة العنف لا من هناك لا من جانب الفلسطينيين ولا من جانب الإسرائيليين ولكن كرجل سياسي أعتبر أننا الآن في سباق ضد الزمن فعلينا أن نسبق الزمن وعلينا أن نقاوم العنف بالنجاح وأن نقاوم العنف بالخير كما تعلمون حينما جاء الحسن داخل أول ملك أول علوي داخل المغرب قبل أن يكون ملكا في المنطقة اختاره المغرب لأنه سألوا قالوا قالوا له إذا عملك الإنسان بالخير قالوا أعمله بالخير وإذا عملك بالشر قالوا أعمله بالخير قالوا إن عملك مرة تانية بالشر قالوا أعمله بالخير حتى يغلب خيري شره أما لسنا نحن في في ملعب لكرة القدم كلما سدد هذا هدف يجب على الآخر أن يسدد هدف آخر حتى يتعادل هذا الفريق وهذا الفريق أو يغلب هذا الفريق هذا الفريق بالعنف وبالقتل وبالضحايا مما لا شكفي أن الأحزان لم تترك بيتا واحدا في تلك المنطقة لا من فلسطينيين ولا من إسرائيلين فيجب أظن أن يجدوا في هذه المأساة المشتركة وفي هذه الجتة الميتة الضحية أن يجد الجسر الذي عليه سيبنون السلام دون التفاتة إلى الماضي علينا إذن أن نحفظ عملية السلام أن تخذ لها الوقاية اللازمة وهذا مسألة تقنية ولكن الوقاية السياسية والإيمان الراسخ الذي لا يزعزعه شيء في أن السلام يجب أن يسود ويجب أن تكون له الكلمة الآخرة جلالة الملك المملكة المغربية قد كامت بدور هام ومعروف لإخلال السلام ومدى الجسور بين إسرائيل والدول العربية ما هو في أيوكم دور المغرب في المرخلة الكادمة مرخلة تجسيد السلام دور المغرب في هذا الباب هو قبل كل شيء وقوفه مع السلام اعتبارا من أن المغرب البلد التاريخي المغرب كذلك درس التاريخ ولا نعرف في تاريخ البشرية حربا لم تنتهي بالسلم فإذن بما أن الحرب تنتهي بالسلم فلننتهي في أقرب يقتين من الحرب لنصل إلى السلم هذا هو مبدأ المغرب وإذا هو الدافع الذي دفعني ليحاول دائما الوصول إلى السلم مع إنصاف الجميع نحن دائما كنا نقول يجب أن تسترجع حقوق العرب ويجب أن تكون إسرائيل موجودة آمنة في حدود معترف بها دوليا لا لتبقى هذا الجانب وهذا الجانب جامدين لا بل ليقع التداخل والتعامل والاختلاط ذلك الاختلاط الذي كان قبل منذ قرون وقرون والذي من أجله انبتقت أبقريات عضاب في تلك المنطقة من العالم العرب سنة 58 بيتهيالي كانت ذكرتم جلالاتكم إمكانية اندمام إسرائيل إلى جامعة الدول الأغربية الفكرة لسه متروخة اليوم أنا داك كنت وليا للعهد ولم أكن مسؤولا مباشرة وجاءتني هذه الفكرة وهنا في زيارة خاصة إلى لبنان ولكن لم تحدى بأي قبول بالطبع وكان ربما حملها المجتمع لا على البسط ولكن ربما حملها على أنني لازلت شابا غير واعي وغير عارف بما يمكن أن يكون ولكن لازلت أقول أن كان العرب أنا داك إقبالوا إسرائيل في الجامعة العربية وكانوا يفروا أولا الأرض إن منذ 58 وضعت لهم أراضي كثيرة وضعت لهم أرواح كثيرة ووقعوا في خسائر كثيرة فكانوا يفرون الوقت يفرون المفاوضة الطويلة لاسترجاع الأرض كانوا يفرون الكثير والكثير ولكن التاريخ لا يعاد على ورقة مكتوبة كما يفعل ذلك المريض للأسف جلالة المالك بنسبة للألاكات الصناعية بين المملكة المغربية وإسرائيل إمتى ممكن نتوقع رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من مكاتب اتصال حاليا إلى سفارات مثلا إمتى ممكن تبدأ رحلات طيران مباشرة بين الدار البيضاء البلانكا وبين الأبيض إمتى ممكن يتم توقي اتفاقيات تجارية وأخرى بين البلدين أولا مكاتب الاتصال لأي صفة ديبلوماسية ما عنداش استاتيو استاتيو ديبلوماسيك ودول معطرف به لا اتفاقية لهاي ولا اتفاقية نويورك ولكن وقع المغرب الوضعة المغرب ولا خاص إنه البلد العربي الوحيد اللي عنده جالية تفوق 600 ألف يهودي من أصل مغربي وكما تعلمون القانون عندنا يقول أن الجنسية لا ينسرخوا منها الإنسان فبنسبة لنا أولئك اليهود الذين من أصل المغربي لا زالوا مغاربة ولا زالوا مغاربة لأسباب كثيرة لا قانوني فقط ولكن لازلت عندهم علاقة وطيبة عائلية دينية تجارية مع دويهم وأقاربهم في المغرب ولم نحبث قط أحدا عن زيارة إما قبر أبيه أو زيارة شقيق الله أو عمي الله بل كنا دائما فاتح الأبواب للمغاربة أعتبرهم أبنائي ولهم الآن قطن في إسرائيل فصلة الرحيم من أوجب الواجبات في الإسلام ولم يكن أن أقطع الرحيم بين هذا وذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بصلة الرحيم وأنا ساليل النبي صلى الله عليه وسلم ورسولي وسيدي ف قلت لك الوضع المغربي بانسبب للدول العربية الأخرى مدخص لأن ناجلية مهمة فكان من الواجب علينا أن نرعى مصالحها لا على المستوى الدبلوماسي ولكن في هذه النرحلة على مستوى مكاتب التنسيق وبنسبة للتكادم في اللي بيسمى اليوم تطبيع علاكات بين إسرائيل والمغرب ممالش كافي أن المسلسل اللي احنا مشين فيه لما شايفه قضية السلام سوف يؤدي إلى التطبيع لأن كما يقول مثال أوروبي النهر لا يرجع إلى بنهايك النهر يسير والتاريخ مثل النهر ولكن في هذا الباب لا يمكن أن أعطيك توقيتا زمنيا مضبوطا مالش كافي أن إذا كان المغرب يعتبر عنصرا أساسيا لرعاية عمليات السلام يجب لا يكون لا متصرعا هناك ولا متقاعسا ومتأخرا هناك يجب أن يكون وسطا دائما يزن الأمور كما يقول لنين في بعض الأحيال يجب أن توزن الاختيارات ببيضة النمل وهذا ما جعل وليلي الحمد أن المغرب قام بما قام به بلا شك وحافظ مع ذلك على احترام أشقائه العرب وعلى احترام الإسرائيليين وعلى احترام عدة الدول في العالم فلتترك هذه المسألة للظروف أولا ولتقييم الوقت عين مننا أن الهدف واضح والمستقبل كذلك واضح يا مولايا ما هو سر الألاكة الخاصة المميزة بين الجالية اليهودية والأسرة العلوية لسبب واحد السبب هو أنه يعتبر المغاربة كانوا مسلمين أو يهود يعتبروا أن أنفسهم مواطني ولم يتأخر أي فريق سواء يهودي أو مسلم لم يتأخر عن أداء واجبه بنسبة لبلده ثانيا إن إمارة الممينين التي هي الآن موجودة في المغرب منذ المولاء إدريس رضي الله عنه هذه ألف ومائتين سنة تجعل في عنق أمير الممينين لا أقول الحماية لا حماية شيء ضعيف تجعل في عنقه أنه يصهر رغم فوارق الدين والملة على كل إنسان يعيش فوق الطرابة ثانيا كما تعلم إن صهر المسلمون واليهود في محنة واحدة حينما كنا في الأندلس وخرج المسلمون واليهود من الأندلس فلم نخرج متفرقين خرجنا دفعتنا واحدة واحدا يشد في يد أخه وحينما رجعنا إلى المغرب أولئك الذين كانوا في الأندلس جلالة الملك الناس عندنا بتتسأل أمتى يخنوا الوقت لزيارة جلالتكم للكدس الشريف بعد الزيارات المتعددة التي كام بها إسحاك ربين وغيره من الكادر الإسرائيليين إلى المغرب الله تعلم أنني زيادة على أنني رجل متديين أنني رجل روحاني كثيرا وأعتبر أنه أحسن يوم بالطبع بعد الحج وزيارة بيت الله الحرام وقبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القدس لا يجد فيها الإنسان الروحاني إلا أحسن ما يمكن أن ينشده في حياته زيادة على هذا أنني لي اليقين أن الشعب الإسرائيلي حينما أزور سيقابلني بعناق كبير وبفرح شديد بلا شك إنما كما يقول المثل العربي الأمور بمواقيتها وحينما يأتي الزمن وأرجو أن يكون هذا في أقرب يقتنوك سأقوم بتلك زيارة راجيا أن يتم حلو مشكلة القدس الموضوع الآن على أحسن ما يوعى كما تعلم أنا رئيس لجنة القدس ولكن رئيس هنا لا تعني القرار تعني إدارة الجنة والجنة القدس ليست مركبة فقط من عرب مركبة من المسلمين من جميع العالم فلذا أقول لك نظريتي خاصة أعتبروا شخصيا أن قضية القدس يجب أن تطرح في آخر المطاف من مسلسل السلام حتى لا نخلط الجانب الديني بالجانب السياسي بس هي المؤاخذة هي متروخة اليوم بسبب الإعلان الإسرائيلي الاتفاك الإسرائيلي الأردني بسبب نوع من التنافس بين الفلسطينيين والأردنيين على الماكن المقدسة ولكن هذا النزاع الآن لا يهم السيادة على القدس يهم التكليف بالأماكن المقدسة أو رعاية الأماكن المقدسة وهذا أعتبره خصاما تنائية تانوي بالنسبة للمشكلة ككل ما هو موقف جلالاتكم من الكاول أو من الفكرة أن السيادة في القدس لازم تكون لتعلى والمفروض الاتفاك على سيرة مشتركة إسلامية يهودية مسيخية لإدارة الأماكن المقدسة لسلاسل أديان كل ترحيم كل ترحيم وكل خيال يمكننا من الخروج من الحالة التي نحن فيها إلى وضعين أحسن يساوي بين الديانات ويأخذ بعين الاعتبار الحساسيات القوميات ويساوي بين الجميع كل حلين وكل خيالي نرمي إلى هذا الهدف أن أستعد أنظر فيه بإمعان وبإيمان ختاما جلالة المالك هل عندكم كلمة تتواجهون بها إلى المشاهدين الكسيرون عندنا خصوصا اليهود المغربة الموجودين عندنا في الستوديو بالأدس يستنين هذه المؤابلة هل أي كلمة للختام أقول لهم لو لم نكن في مسلسل السلام لما كانت لهذه المناسبة لأن أخاطب الإسرائيليين سواء أبناءنا الذين نعمل أصنين في المغرب أو غيرهم إذن هذا السلم أو مسلسلام هو الذي فتح لنا هذه القناة للتواصل والاقتصاد فلنسير إذن في هذه الطريق وفي هذا السبيل حتى لا نحتاجها إلى التليفزيون لنتعرف أو نتذاكر بل لنتذاكر ونتواجه ونناقش ونتذاكر بعد مرة بحدة وبعد مرة ببلين ولكن بكفية مباشرة علما أننا رغم البعد ورغم المسافة كلنا يد في يد لإسعاد البشرية ولرفع كلمة أبناء الديانات المرسلة الديانة اليهودية والمسيحية الإسلامية التي كلها منبتقة عن جدينا جميعا ترجمة نانسي قنقر